اليوم نريد أن نتحدث عن بدائل السكر الأبيض الصحية. نحن لنا فترة نتحدث عن موضوع أن نحاول أن نخفف من السكر. طريقة طلعت سهلة. وأنا من الناس التي عملتها. أنا بدأت أقيم السكر. قلت كثيراً أشياء وبدائل. ولكن أريد أن تكوني أم الإختراع. تصيري لا يوجد سكر أبيض. إذا أدوري على بدائل الصحية. برافا. أنت في دينا اليوم وأخبرنا أكثر. أولاً ما هي فائدة أن أبدل السكر الأبيض به؟ سكر مختلف. بشكل عام. كل الدراسات الجديدة ستكون عن الأمراض المزمنة. وماذا تأثير هذه الأمراض المزمنة على الصحة؟ العديد من الدراسات تثبت أن المسبب الرئيسي للأمراض المزمنة ستكون زيادة الوزن. طبعاً زيادة الوزن ستكون بسبب رئيسي من زيادة استهلاكنا للسكر. صح؟ لما أنا بحكي سكر لما الأشخاص بتفكر أنه أنا عم بيزيد وزني. على فكرة زيادة الوزن اللي بتيجي من الدهون وخاصة الدهون الصحية. ما بتأثر على الجسم بقدر تأثير زيادة الوزن اللي عم بيجي من السكريات. فأول شيء لازم أن تبهل لنقطة كتير أساسية. صحيح إحنا منركز على السعرات الحرارية ولكن مصدر هاي السعرات الحرارية بيلعب دور أساسي. إن كان من الدهون من البروتين من السكريات. الأسوأ هو من السكريات. فإحنا بنحاول أد ما نقدر أن نخفف السكر لأسباب منتعددة. أول سبب العديد من الدراسات تثبت أن السكر بيزيد من ارتفاع مؤشر الالتهاب بالجسم. هذا السيري أكتف بروتين بيورجي أنه كلما ارتفع هذا البروتين عندي بالجسم كلما أنا بيكون عندي التهاب بمستوى أعلى. طبعا الالتهاب مقرون بشكل رئيسي مع أمراض القلب. الكوليسترول، الزهايمرز، مشاكل الأرثرايتس اللي هي الالتهابات اللي بتحصل بالمفاصل. العديد من الأمراض بيكون بسبب ارتفاع مستويات الالتهاب بالجسم. والسكر بيساعد على الالتهاب بشكل أساسي. ثاني شغلة، السكر برفع مستويات السكر بالدم بنسبة عالية ومفاجئة. يعني أنا لما أكل إشي فيه سكر، هذا السكر بيجي مهضوم جزئيا. فأنا لما أكله مباشرة بيتحول لغلوكوز، فمباشرة العقل بيصير يفرز الإنسولين من قبل البنكرياس لحتى يعود عن زيادة إنتاج أو زيادة استهلاكنا للسكر. هذا الزيادة في إنتاجية الإنسولين من قبل البنكرياس بيؤدي إلى مقاومة الإنسولين في بعض الحالات ممكن توصل إلى السكري من النوع الثاني. وكمان السكر مقرون مع ضعف بالمناعة، زيادة في ظهور بثور الوجه، ضعف بقدرتنا على الحركة اليومية، ضعف بالطاقة والاكتئاب. كل الأشخاص لما بتزعل بتلجأ إنها تاكل سبكة. بروح دغري باكل سكري يعني بروح على شوكولاتة، على أجسيم، أي شيء يرفع السكر عندهم. مضبوط. اللي بصير إنه برتفع السكر صحيح ولكن الارتفاع المفاجئ بأدي إلى هبوط مفاجئ. فأنا صحيح برتفع عندي السريتونين أو هرمونات السعادة ولكن بترجع بتنزل لمستويات أقل من ما كانت عليه قبل ما أنا أتناول هاي السكريات. تعرفي يا رند بحس على قد ما كلياتنا بنعرف إنه السكر مضر. كلنا. صح. صح. كل حدا بعرف إنه السكر مضر. بس هو بحسه زي الإدمان يعني أنت بتكون عارفة إنه مثلا المخدرات هاي مضرة. صح. عارف إنه السكر مضر. فيه أشياء بحياتنا مضرة بس السكر بالذات لأنه متوفر. فإحنا مثلا نعرف إنه والله الدخان الأشياء المخدرة هي كلها مضرة فبتبعديها. صح. إحنا ما بنعرف إنه السكر كمان عنده إلو ضرر عم بيسبب لي أعراض وبيسبب لي مشاكل زي ما بيسبب الدخان وغيره من الأشياء. تعرفي روان إنه الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في القلب والكوليسترول اللي بتأدي إلى المورتالي. الداث ريت يعني نسب الوفايات بسبب زيادة استهلاك السكر والبدانة أعلى من نسب الوفايات بسبب زيادة استهلاك النيكوتين والتدخين. خيالي. هاي الدراسة عملت من WHO ويرلد هيلث أرغانيزيشن وأثبتت إنه الأوبازيتي هي نومبر ون السبب الرئيسي لزيادة الوفايات وعدد حالات الأمراض المزمنة. طبعا إحنا نحن نحكي عن أمريكا في يعني نقدر إنه نقارن هذا الأشي بي الشعوب الأخرى. طب إحنا خيارات السكر بس خيارات اللي حوالينا كتير. صح صح. هي مشكلة عند الناس تدخلي على السوبر ماركت كله سكريات بتروحي على محل الحلو كله سكريات. المحلات الحلو العربي لكنافي وما بعرف شو سكر. فأنت في عندك يعني لحواليك كله باكل سكر وكل السكر صار إشي طبيعي. صح. كيف ممكن إحنا هون نعمل يعني. كنترول على كميات السكر. اوكي. اوكي. بتعرف فريوان لازم نركز على شغلة أساسية واللي هو إنه السكر مش بس السكر اللي أنا بمسكه بحطه على أكلي أو على الشاي أو على القهوة. السكر بفوت بالعديد من الأغذية. وهون إحنا لازم ننتبه له اختيارات ذكية خلال التسوق أو خلال الأغذية اللي أنا بختار إني أكلها. أول شغلة في عندنا إشي اسمه هاي فركتوز كورن سيرب. اوكي. هذول هاي فركتوز كورن سيرب هني عبارة عن سيرب يستخدم بالعديد من المنتجات المحضرة مسبقا لأنه بيعطي نسب حلاوة عالية جدا. وموجود كمان بالمشروبات الغازية والمشروبات السريعة اللي العديد من الأشخاص بتلجأ لها. رول نمبر ون أو القاعدة الأولى هاي المشروبات عن جد نقطعها تماما لأنها سيئة والهاي فركتوز كورن سيرب اللي فيها بيدي إلى الإدمان. وبنلاحظ إنه إحنا أول من بلش ناخد شوي من هاي المشروبات الغازية تمتد بصير بدي أكتر 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 أكتر. بصير الإدمان. بالضبط هو إدمان. أوكي هاي أول شغلي فبدي أركز إنه هاي المشروبات بدي أقطعها تماما. بالمرحلة اللي بعدها بدي أركز على الأشياء اللي فيها هذا الكورن سيرب اللي حكينا عنه. وكيف أنا بقدر أعرف عبر قراءة اللائحة الغذائية اللي على المنتجات. صحيح إنه شبه المستحيل أنا قبل ما أشتري كل إشي بدي أقعد أقرأ على اللائحة الغذائية. ولكن على الأقل بالمنتجات اللي أنا بعرف إنه فيها نسب سكر عالية. مش غلط إني أنا أطلع على اللائحة الغذائية وعلى المحتويات. إذا بتحتوي على نسبة عالية من الهاي فركتوس كورن سيرب يفضل إنه نحن عن جد نستثنيها لأنه مضر جدا على الصحة. ثالث شغلة بالنسبة للأغذية اللي إحنا عم نتناولها. إجينا بنناكل كنافة بنناكل حلو بنناكل طبيعي أنا باكل كنافة باكل حلويات. بس دائما أنا بحكي الكمية هي اللي بتلعب دور أساسي. لما أنا باكل الشغلة قبل ما أنا أقرر إني أحليها بزيادة إن كان فنجان القهوة ولا كاست الشاي. ولا أحط قطر على الكنافة أو أحط جليزينج على الكيك. خليني أجرب الطعم أول إذا الطعم مقبول بدون هاي الإضافات الزايدة. خليني أستثني هاي الإضافات أولا. ثانيا خليني أتحكم بالكمية اللي أنا عم باكلها. دائما أنا بحكي الرول هي معلقتين. أي شيء بشتهي مش غلط إني أنا أخذ منه معلقتين طعم. أبعد شوي. حسناً. أكلت الجات أو أكلت المعلقتين هو نفس الطعم. لا أقل أن نحلي. لو حتى كل يوم أخذ قطعة الشوكولتة صغيرة، لا أقل. ولكن دائما ننقى الأحجام صغيرة. نحن نحن نعرف بسرعة. دائما نحن نبضي بكثيراً. لكن قوليها ورؤي مع فجان القهوة يكون مميحة. طبعاً. لازم نكمل موضوع ما هو البديل المعضية؟ البديل. بالنسبة لبدائل السكر، بلدي لديها أولاً ممكن نلجأ للمحليات الإصطناعية لأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالسكري فقط لا غيرها. أنا أصدق أن لا أحب المحليات الإصطناعية. ولكن هناك أشياء ليس مضرعة، مثل المونك فروت أو فيه شجر معين ما بيكون له صايد إفكت زي بقية زي سكرالوز مثلا أو غيره صح صح ولكن عملية استخدام الجسم للسكريات البديلة هي شوي معقدة وكمان الدراسات اللي بتنعمل عن هاي المنتجات بتعتمد مين اللي عم بيعم بيمول هاي الدراسات فتطلع النتائج عندي شوي مختلفة على سبيل المثال فيه نوع من أنواع المحليات الإصطناعية اللي يستوحى من النباتات لأنه يستوحى من النباتات فالف دي اي صنفته أنه هو من المواد الآمنة للاستهلاك لأنه مدرج تحت النبات بدون دراسات متعمقة على تأثيره الحقيقي على الجسم هاي أول شغلة ثاني شغلة أساسية إحنا لما نعمل زي ترك للجسم أنه أنا بعطيه سكر بس ما بفوت سكر على الجسم ما هو أول ما أنا ببلش أحس بالطعم الحلو بالتم العقل بصير يعطي إشارات للبنكرياس أنه بليز افرز انسولين لأنه رح يفوت لك سكر لما أنا باكل هذا المنتج بس جسمي مانطس سكر ما لقيت سكر بس أنا رفعت الانسولين فالجسم بصير بيلجأ لسكريات ما بعد تناول هاي المشروبات عشان هيك معظم الأشخاص اللي بتلجأ للمحلي الاصطناعي أو المشروبات الغازية اللي ما فيها سكر الديت نحنا منسميها تلاقيهم بعد ما خلصوا الوجبة بيشتهوا ياكل سكر لأنه الانسولين أفرز بالجسم بس ما لقى سكر يتعامل معه فبصير العقل يؤمر الشخص أنه بليز اتناول سكر لأنه أنا أنتجت انسولين وتالت شغلة تأثير هاي المحليات الاصطناعية على البكتيريا النافعة الموجودة عندي بالقولون العديد من الدراسات بتورجي أنها عندها القدرة على تغيير البيئة للبكتيريا الموجودة بالقولون وممكن تصير بكتيريا ضارة أكثر من مأنها نافعة فمش دائما آمنة خلينا عن جد نشوف المصادر الصحيحة أنا دائما بقول خلينا على المواد الطبيعية ولكن بما أنها مواد طبيعية أرجوكم نتحكم بالكميات نخفف منها إن شاء الله طيب شكرا كتير رند من السلامة للجميع شكرا لك عشاء الله شكرا لك عشاء الله